السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى في القناة سديالي الداعي من الهم شنال الجسبة ان شاء الله تكونوا بخير والاخير تكونوا فرحانين تكونوا ناشتين كل امور ديالكم زيانة وتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات الغزالات الوفيات على القناة سديالي لي اكيد اكيد الهم شنال وصفة لي ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بتبييد الوجه والتخلص من البقع الدكينة والتخلص من جميع مشاكل الوجه بواسطة وصفة للتبييد نتمنى يا رب ان هتنال اعجب ديالكم وانكم تستفدوا منها وانكم تجربوها اهم حاجة عندي هو تجربوها ويلا اعجبتكم اكيد باختاجوا معنا يعني الرأي ديالكم في الكومنتر اولا في التعليقات اولا في الكومنت هنا يلتحث وقبل ان شنون تعرفوا على من كونات الوصفة نبغي نرحب بكم حبيباتي نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبة الى كنتوا اول مرة كتزوروني فما تنسوش تضغطوا على زي الاشتراك وتفعلوا زي الجرس خليولينا تعليقات ديالكم اقتراحات ديالكم السفسرات ديالكم الاسئلة ديالكم وكل ما كيتعلق بكم خليولي نفتع عليق ان شاء الله انا شخصيا اي وصفة طبيعية يعني نالت الردد ديالي وعجبتني راني غادي نجين باختاجيها ولا نجين شاركها معكم في القناة لتعمل فائدة لعدد كبير كبير بزاف من السيدات اللي كيبحتو على الوصفات الطبيعية بشتى اشكالهم وانواعهم وبسم الله على بركة الله نمش باش نتعرفو على مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها وطريقة استخدامها وستعمالها كذلك فاول مكون ان شاء الله غادي نحتاجه له فادله وستد لتبييد الواجه والتخلص من البقع الدكنة والتخلص من جميع المشاكل سنحتاج الى واهم حاجة لبنى التجاعد سنحتاج الى الارز بودرة بالنسبة الارز غادي نوريكم الشكل ديالو حبوب بعدها هذا هو الشكل ديال الارز حبوب وبعد ما تحنتو صبح بهذا الشكل هادينكي واللي وحد المسحوق اللي هو ناعم جدا بدون حبيبات سنحتاج الى الارز بودرة سنحتاج ايضا الى القهوة سريعة الدوبان او للقهوة حبيبات أنا خديت هنا يا نس كافي ممكن تتاخذي اي قهوة عندك او لأي قهوة توفرات يعني سواء حبيبات او للعادية ولا اي اي قهوة عندك استخدمها ان شاء الله فهذا الوصفة هادي وغادي نحتاج ان شاء الله معكم الى واحد بيض بيضة بيض بيضة ممكن تاخذي صفر بيضة بيض بيضة لكي حرية الاختيار واخر حاجة هي المدية الورد المدية الورد هنا البنات غادي يحيد لنا ذيك رائحة غير مستحبة رائحة الكريا نوعا ما غير محبوبة ديالبيض كمتنا عرفوا على بيض البيض بزاف سيدات بزافة النساء تيقولوا لي بيض البيض راكي يخلي لنا رائحة قوية جدا في الواجهة او في اي منطقة استخدمناها عليه فباش كتنقصوه من الريحة دياله او الحيدة دياله في اي وصفة بناس بقوا ديما تستخدموا المدية الورد عملوا بعض الرشات او القطارات منه وبقوا ديما تدخلوا و تدخلوا و ان شاء الله رائحة البيض البيض يعني كنت قسم منها و جربوها على دامانتي و ديبان دزول طريقة التحضير فبسم الله على بركة الله نأخذ هنا واحد الإناء ونضيفه بيض بيض و احدا إما بلديين المرومي البيض نأخذ ملعقة او ملعقتين من الارز بودرة و اسلا القهوة لن تجعل البيض نهائيا ترجمة نانسي قنقر نضيف اليوغورت الطبيعي نضيف اليوغورت الطبيعي نضيف اليوغورت الطبيعي نضيف اليوغورت السالة نضيف اليوغورت الضيف نضيف رشات من ماء ورد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر